موسيقى مساء الخير عزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقة جديدة من بنوك واستثمار معكم اسماعيل حمال علشان تشتري اي حاجة علشان تعمل اي معاملة النهاردة الدنيا اختلفت والامور تغيرت الامور اصبحت بشكل تكنولوجي متطور اكثر التطور التكنولوجي ده مش بس في قطاعات معينة لكن هنبص بشكل مكسف النهاردة على مسألة القطاع المصرفي والخدمات اللي بيقدمها فيما يعرف بالرقمنة او التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية وكمان اهم نقطة فيها هي مسألة الشمول المالي ان ده الهدف في الهدف الاكبر او الاعظم في هذه المسألة عشان تنشر اي ثقافة جديدة لازم يكون في محفزات علشان تنتشر بين الناس الناس تقبل عليها تخلي الناس تقدم على هذه الخدمة او على هذه النوعية او المنتجات اللي انت بتقدمها هنا انا بتكلم عن ثقافة الشمول المالي اهميتها نشرها بشكل واسع ومختلف بين المواطنين والحقيقة القطاع المصرفي في مصر بيقوم بدور كبير جدا في عملية التوعية باهمية الشمول المالي وضرورتها للمواطن وللاقتصاد احنا مش بس القطاع المصرفي ويف عند مسألة توعية اهميتها الاقتصاد اهميتها المواطن اهميتها البلد لكن كمان بيقدم مميزات ومحفزات حقيقية كتير جدا من هذه المميزات بيتم تقدمها للمواطن سواء بنتكلم عن عملاء القطاع المصرفي او العملاء المرتقبين او المنتظرين اللي لسه هيكونوا عملاء لقطاع المصرفي البنوك بتقدم لهم حوافز مغرية تخليهم يتعاملوا باستثمرار الاهم في الموضوع انه يبدأ التعامل مع القطاع المصرفي مع الادوات الالكترونية اللي تقدمها البنوك الهدف في النهاية مش بس انك تتعامل مع البنك مش ده الهدف من المسألة التعامل مع البنك هو خطوة لتقليل الاعتماد على الكاش كمان تكون فرصة للمواطنين ان هم يستفيدوا من مزايا بيتقدمها البنوك من خلال تطبيقات الالكترونية الخاصة بيها ويمكن شفنا توسع كبير جدا من البنوك في هذه النوعية من الخدمات في الاسبوع العالمي للإدخار شفنا البنوك تقريبا بتعلن عن تقديم عروض ومزايا مجانية حاجات زي انك تفتح حساب من غير ما تدفع مصاريف وخلافه الاسبوع العالمي للشمول المالي او اليوم العالمي للإدخار شفنا فتح حسابات توفير بدون مصاريف حسابات جارية بنوك تانية عملت خدمات دفعة وتحويل بنوك بتقدم خدمات التأمين البنكي بتكلفة أقل ده غير يمكن التمويل والاقتمان بأسعار كويسة ما بتبقاش موجودة طول الوقت كل الخدمات دي بيتم تقدمها بشكل مجاني بدون أي مصاريف ده نقدر نقول عليه للمرة الخامسة خلال العام الحالي 2021 يعني احنا بنتكلم ان القطاع المصرفي في سنة واحدة بس قدم خمس مرات عروض ومزايا بشكل مجاني المواطنين علشان يشجحهم على التعامل مع القنوات المصرفية مش بس القنوات المصرفية بشكل عام لكن كمان كان فيه تركيز كبير على القنوات المصرفية الإلكترونية من هنا يقدر القطاع المصرفي ينشر الشمول المالي بشكل أسرع يقدر يضم عدد أكبر من المتعاملين مع البنوك الحافز دي كل مرة بتشجع المواطنين على الانضمام لمزالة القطاع المصرفي وكمان بتخليهم يعتمدوا بشكل رئيسي على التكنولوجيا الحديثة في تعاملاتهم المالية لكن أنا مش عايز أقف هنا على اللي البنوك بس بتقدمه إنه ممكن يكون السبيل الوحيدة أو الأداء الوحيدة للناس تتعامل مع القطاع المصرفي أو تستخدم الأدوات الإلكترونية للبنوك المواطن كمان عليه مهمة ومهمة كبيرة جدا خاصة إنه النهاردة حساب في البنك مهاش رفاهية يعني إنك تفتح حساب في البنك النهاردة أصبح ضرورة ملحة لكل مواطن لكل فرض مش في مصر بس ده في العالم كله النهاردة تقدر تعمل كل الخدمات اللي بتحتاج منك يوم واثنين وثلاثة تنزل تدفع فواتير هنا وهنا النهار تقدر تعمله بدغطة زراره انت قعد في بيتك وانت قعد في مكتبك فتوفير الوقت والجهد يعني استثمار وبالتالي إنك بتوفر على نفسك مجهود كبير كمان لما تيجي تاخد تمويل في يوم من الأيام عايز تشتري شقة عايز تشتري عربية تاخد قرد في يوم من الأيام البنك بيكون عارفك من خلال إنك موجود وفاتح حساب بيعرف تعملاتك قد إيه كبنك يقدر يدي لك حقك يقدر يدي لك القرد اللي انت عايزه بتكون عميل معروف بالنسبة له مش لسه أول مرة البنك بتعرف عليك النهاردة بقنا نشوف ناس كتير جدا بتشتري أبسط الحاجات من السوبر ماركت بالبطاقات ده ما كناش بنشوفه زمان الاعتماد على الكاش بدأ يقل شوية بدأنا نشوف التطور في الحتة دي داخل السوق ودي حاجة بالمناسبة مهمة جدا وإجابية أن السوق بيتحرك الناس بقى عندها وعي بأهمية أنه يستخدم الكارت مش لازم يشيل الفلوس الكاش في إيده كل الحاجات دي مهمة جدا وهي بتعبر عن انتشار أوسع لمفهوم الشمول المالي عند الناس يمكن من أهم الحوافز اللي بتساعد على تحقيق الهدف ده هو وصول الخدمات يعني أنك تفتح حساب مجاني ده زي الفول لكن الأهم كمان أن أنا أكون عندي قبلية أو قدرة على الوصول للخدمات والمنتجات المصرفية بنتكلم هنا عن القرى عن النجوع عن أهلين في الريف شفنا تجربة يمكن هي تجربة نجحة بصراحة فكرة أن البنك يوصلك لحد مكانك إذا ما كانش من خلال التواجد الفعل بفرع فالبنك اللي هي لعمل تجربة يمكن تجربة نجحة البنك المتنقل ودي عبارة عن بنك متحرك بيكون موجود في القرى والنجوع والأقاليم لتقديم خدمات المصرفية لمواطنين في الأماكن اللي صعب أنه يفتح فيها فروع في الوقت الحالي ده علشان يوصل لكن في النهاية عزيزي المشاهدين أنا عايز بس أكد على نقطة مهمة جدا أنه وجود الفرع جنبك مش هو المسألة أنه النهاردة في القنوات الإلكترونية من كل البنوك إحنا عندنا أكتر من حوالي 38 بنكة مصر كلهم تقريبا عندهم موبايل الأبليكيشن أو التطبيق على الموبايل تقدر تستفيد من الخدمات البنكية سواء بتحويل فلوس أو دفع التزامات عليك أو فواتير وخلافه من خلال هذه التطبيقات المختلفة إحنا النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الموضوعات النهاردة اللي بتواجه الاقتصاد المصري وفكرة الشمول المالي وإزاي النهاردة الدولة عندها خطة واستراتيجية مهمة لتحقيق الشمول المالي علشان ترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري هيكون مع ضفنا الدكتور محمد رشدي الخبير المصرفي لكن في الجزء الثاني من الحلقة النهاردة هنحاول نتعرف إيه اللي بيحصل في العالم في مسألة التضخم ارتفاع الأسعار على مستوى العالم إزاي البلوك المركزية بتتعامل مع مثل هذه الموجات التضخمية المفاجئة وكمان هنعرف ليه الناس بتنتظر بالذات قرار الفيدرالي الأمريكي حاول أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي على مستوى عالمي وحنحاول نعرف مع بعض التوقعات بخصوص أسعار الفائدة للمركزي الأمريكي في الاجتماع المقبل إن شاء الله وده هيكون مع ضفنا الأستاذ أحمد كمال مدير تطوير ICM لعمال في ICM Capital لكن نطلع فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونرجع نستقبل ضفنا الدكتور محمد رشدي الخبير المصرفي نتكلم عن الشمول المالي أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد نرحب بضفنا في الستوديو الدكتور محمد رشدي الخبير المصرفي اللي هيكلمنا عن الشمول المالي وأهمية الشمول المالي والبنوك بتعمل إيه للمواطنين أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك يا أستاذ اسماعيل مسألة خيئة عليك وعلى فائق العمل وعلى أستاذ المشاهدين جميعا أهلا بحضرتك دكتور محمد يعني مسألة الشمول المالي بنسمع كتير جدا أخبار معلومات إحنا هنا في البرنامج نقاشنا كذا مرة مسألة الشمول المالي المواطن عايز يعرف ببساطة جدا إيه هو الشمول المالي هيستفيد إيه لما مصر تحقق الشمول المالي بشكل كامل بص الحقيقة الشمول المالي من أهم النقاط فيه أو التعايفات إن إحنا النهاردة بنحاول بشكل أو بآخر توصيل الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع وده بيهدف في الآخر بينعكس على الاقتصاد لأن إنت النهاردة عشان تبني اقتصاد قوي في بلد مش مبني بس على الكيانات الكبيرة مبني النهاردة على الأشخاص والشركات الأسمئيز اللي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن زي ما النهاردة بيتكلم في بيبقى فيه concentration risk أو ما يقعب بمقاطر التركز لو إحنا النهاردة افترضنا إن الكيانات الكبيرة عندنا شركتين ثلاثة كبيرة من الشركات الكبيرة هما اللي وخدرين التمويل فلو شركة لا قدر الله وعد ضربت لك تلت المحفظة تلت الفلوس يعني بالزبط يا فاند زي ما حاجة بتقول فالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بيخلي إن الفلوس تتصرف على عدد كبير جدا من الشركات والمشروعات بالزبط وده ماشي كمان مع قطة الدولة الحقيقة والقيادة السياسية في إن النهاردة كمان تمكين الشباب لأنه النقطة النهاردة إن التمويل مين اللي بيبني مين اللي بيبني النهاردة المجتمعات هو الشباب فالنهاردة الشباب هو عنده الطاقة عنده الفكر محتاج في نفس الوقت التمويل وإحنا النهاردة الحقيقة مص والقارة الأفريقية تعتبر من القارات الشابة على عكس لو تكلمنا عن المجتمع الأوروبي النهاردة هي القارة الأوروبية المجتمع لو شفنا البيرامد أو الهام العمي للأفراد أو السوقية يعني يا دكتور النهاردة في ناس مثلا بتبقى فاكرة موضوع الشمول ما أنا راح أحط فلوس في البنك أو الموضوع واقف عندنا نفتح حساب هل هي المسألة كده ولا المسألة أكبر من كده لا المسألة طبعا أكبر من كده لأن أنت النهاردة لما حضرتك احنا بتفتح حساب في البنك فأنت كل التعامل بيبقى من خلال المراكز المالية أو البنوك أو المؤسسات المالية أنت النهاردة خليني أقول حضرتك أن حوالي 75% من الاقتصاد المصري فهو كان اقتصاد رسمي فأنت النهاردة عشان تدمج الاقتصاد النهاردة الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ده هيبقى من خلال إيه؟ هيبقى من خلال القنوات البنكية طب ده هينعكس على المواطن بإيه؟ أن النهاردة حضرتك الضائب اللي هتدفع ده هيعود على الخدمات النهاردة هاخب بيها خدمات هيبقى فيه خدمات التعليم في الصحة في البنية التحتية فهينعكس بشكل إيه؟ فيلوس بتتحط في البنك البنك يمول مشروعات يبقى فيه فرص عمل لابني وابنك واخوية واخوية للمجتمع كله طيب أنا بالإضافة حتى لمسألة توفير فرص العمل بالإضافة حتى توفير المنتجات والخدمات وتعليل الاستراد ودي مسألة مهمة جدا لكن احنا بنشوف البنوك بتيجي في المواسم كده زي ما بيقولوا بتعمل عروض ومزايا للعمل علشان يفتح حساب في البنك يقول لك تعال افتح لك حساب ببلاش أو مجاني الكلام ده معناه إيه؟ وهل هي المسألة وقفة عند أن أنا أدي لك الخدمة في الأول كده ببلاش وبعد كده حط عليك فوايد كتيرة أو عمولات كبيرة حضرتك بخبرتك المصرفية تقدر تقول لنا البنوك بتتعامل إزاي مع هذه الأمور؟ خليني سؤال حضرتك الحقيقة بهت نيرف أو بيطرق عصب مهم جدا جدا وخليني أعايز أبدأ بone of the famous quotes ماقولها شهيرة قوي لستيف جوب to me ideas are worth nothing unless executed فالنهارده one of the famous strategic planning scientists كان اسمه هينري منتسبرج بيقول لك it is easy to plan but it is difficult to implement يعني إيه اللي بنتكلم فيه عشان يبقى السادة المشاهدين معنا طبعا إن النهارده الأفكار والقطط لا تعني شيء بدون تنفيذها راحنا النهارده عايزين نقول شمول مالي شمول مالي أهم جزء فيه التنفيذ من خلاله وقدراته القطاع المصافي فالنهارده مش الهدف منه النهارده إن أنا زي ما حضرتك بتقول مشكورة إن أنا النهارده جبت العميل فتح حسابه وبعد كده اديته حوافز إنه هو هيجي عندي يفتح حساب مالجي جارت رجله يعني وبعد كده بايا نزع لي عغلات وحاجات الكلام ده موجود ولا مش موجود بأنا برضو عايز أوصل الصورة للسادة المشاهدين خليني زي ما بقول لحضرتك الهدف أكبر بكتير من إنه هدف إن كبنك أكسب أو ما كسبش من العميل الهدف بيبقى النهارده بيبقى هدف قومي يعني خليني أقول لحضرتك إنه البنك هيبقى كذبان كذبان يعني ما تقلقش على البنك في حاجة زي كده أنا الآن على العميل على العميل لكن البنك النهارده والعميل النهارده العميل هدفه إنه يخش عندي المنظومة فلما هيخش عندي المنظومة تكلفة الخدمة بتكون أقل من هو يروح مشوار مثلا على سبيل المسال طبعا تكلفة الخدمة بتكون أقل من الروح مشوار لكن أنا عايز أقول لحقيك لما أنا العميل بيفتح عندي الحساب النهارده وبتدي أتعامل وبتدي أعرف أنا عميلي كويس وبديديه التمويل اللازم وأتعامل معاه بشكل إيجابي ده النهارده هينعكس على الاقتصاد بإيه إن دخلت جزء كبير من العمل الأنبانك اللي هما ما بيتعاملوش مع البنوك في عصب الاقتصاد فأنت النهارده خليني أقول لك كمان مش بس كده أنا كمان بدخل عندي الشباب يعني خليني أقول لحضراتك كان فيه بحث من الأبحاث اللي معمولة في أمريكا بيتكلم النهارده إنه من بنك البنك بيتكلموا إنه محدش بينقل من بنك البنك فالنهارده محدش بينقل من بنك البنك لأنه بمنتهى البساطة افتقدوا إن الانتقال من بنك البنك تكلفته عالية جدا قال لك لا والله لأوا إن التكلفة almost zero مفيش تكلفة في القصة دي لأوا إن هو بياخد الشاب من هو صغية بيزع فيه loyalty الولاء فأنت تطلع معايا من أنا وأنا صغية وتطلع تقباني واحدة واحدة عن طيق التمويل عن طيق الدخاء عن طيق الكلام ده كله بفضل عميلك على طول فأنا كبنك النهارده كسبان وفي نفس الوقت لأن ده اللي بعد شوية هيبقى أجل الأعمال هيبقى المهندس هيبقى المهن المختلفة أو حتى مواطن عادي بياخد بقى أسعار أفضل لأنه لما بتشتغل مع البنك أكتر بالتالي بقى لك أفضلية في حاجات كتير أنا عايزة أسأل حضرك سؤال مهم يعني خاص بالمزايا اللي بتقدمها البنوك النهارده فكرة المنتجات اللي بتتاح بشكل مجاني في أوقات معينة من السنة هل ده بيزود الإقبال الحقيقي بتروح تستفيد من هذين المزايا؟ طب خليني أقول لحضراتك أنه طبعا الحقيقة المبادرة اللي عاملها البنك المركزي بقاطة سيطرة عامة والتحت إشراف القيادة السياسية لها إمباكت أو لها إمباكت كبير جدا جدا وصدق كبير جدا لأن حضراتك النهارده أنا لما باجي بعمل زي التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة ومتوسطة وخلافه وفترات رواج اللي بيحصل فيها للكلام ده ده بتعلي بشكل كبير قوي النهارده عدد الناس اللي بتخش البنك يعني خليني أقول لحضراتك بعض الإحصائيات كده سيئا وعلى السادة المشاهدين إن النهارده لو إحنا تكلمنا على معدلات النمو النهارده في البطاقات المدينة فنلاقي النهارده كانت في جون في يونيو بطاقات الخصم المباشر كانت النهارده أو البطاقات المدينة فالنهارده كانت 17700 مليون بطاقة وصلت حوالي 20 مليون في جون 2020 أو في يونيو 2020 17 مليون 17 مليون وسبعمية النهارده وصلت في شهر 6 21 وصلت حوالي 20 مليون بمعدل نمو 15% الكروت المدفوعة مقدما النهارده وصلت حقيقة بتتكلم من سنة 18 مليون وصلت 25 مليون بمعدل نمو 40% بالإضافة إلى المبادرات اللي كمان البنك المركزي متبنيها في إضافة مكان الـ POS اللي كانت من سنة بتتكلم في حوالي 98 ألف وصلت 173 ألف معدل نمو حوالي 76% كل الكلام ده بينعكس النهارده على الاقتصاد بشكل كبير جدا وخاصة لو إحنا اتكلمنا على في ظل ظروف الكورونا اللي بتحول للناس النهارده كلها أنها تستخدم إيه؟ تستخدم المدفوعات الإلكترونية كل الكلام ده طيب يعني خلينا خلينا أسأل حضرك السؤال إذا كانت الدولة عندها التوجه والخطة والاستراتيجية لتحقيق الشمول المالي البنوك بتشتغل من ناحيتها وبتقدم للمواطن الكثير من المزايا علشان تحقق الشمول المالي يمكن شفنا الأرقام جريت بشكل كبير جدا خلال جائحة كورونا يعني مع أننا ما كناش نتمنى كورونا أنها تبقى موجودة لكن ده الواقع واللي احنا شفناه أن ساعدت بشكل كبير جدا الناس تتعامل مع البنوك بشكل أكبر ويمكن تحديدا فيما يتعلق بالأدوات الإلكترونية خلينا أسأل حراج سؤال وهو ما هي أهم العقبات الحراج شايفها موجودة في السوق النهاردة مخلية الموضوع ما يجريش بالسرعة اللي احنا ممكن نبقى نطمح إليها أو أن احنا عايزين نحققها أو علشان نكون أسرع حتى منها يعني خلينا أقول لحضرتك أنه من أهم النقاط أو العقبات النهاردة الوعي أن احنا النهاردة الوعي بشكل كبير على مؤسسات أو المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع القطاع المصافي مع الحكومة أنه يبقى فيه وعي أكتر للمواطن المصي بأهمية أنه هو يبتدي يخش جوه القطاع المصافي هل هي دي اللي هتفرق أنه أنا أشتريها بالعشر جنيه في يدي هدخل أجيبها وابشي هل هي دي اللي هتفرق يعني العشر جنيه بتفرق خلينا أقول لحضرتك على حاجة في حاجة اسمها أو نظرية اسمها الـ يعني التأسير المؤكب يعني أنا لو سألت حضرتك كده بشكل يعني خلينا نبدي الأدوار أنا نموزيح على حشب يعني بس طبعا من نفس الحيافية والمهنية خلينا يسأل حضرتك لو أنا قلت لحضرتك تاخد أو إرش زي ما بيقولوا أو ولا أدي لحضرتك بس بمضاعف أو معناه أنه مضاعف كل يوم بيزيد آه القرش ده تدولي بيزيد لمدة شهر يعني بقى قرشين القرشين بقى وهكذا لمدة 31 يوم أو شهر زي ولدي لحضرتك مليون دولار أو مليون جنيه دلوار عن اللي احنا درسناها لا أأخد القرش لكن لكن لو أنا ما أعرفش أقولك هأخد المليون دولار شكرا لحضرتك فالنهار ده حضرتك بتتكلم معي على تأسير 10 جنيه ده نفس المبدأ لأن انت النهار ده لو اللي احنا يعني يعني عايزين نوضح بس لنسادة المشاهدين الفرق لو تسمحن لو احنا بنتكلم على تأسير وان بني النهار ده أو تاخد قرش أو سنت أو سنت أو أيا لو احنا مسكنا ان التأسير التراكمي لهذا التاني أو الان بني بنتكلم انه في خلال حوالي 28 يوم هيفوق المليون جنيه في نهاية مليون في خلال الشهر في خلال الشهر فعشان كده بقول لحضرتك ان النهار ده حوالي حوالي تصلكلم يعني عايز توضح للمشاهد فكرة التراكم أو المسألة انه لما بابا فيه تراكم للتطور انت بتحسه فجأة في الآخر يعني انه بيكون التأثير كبير لو بالضبط زي ما هيجو تقول زي ما احنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحص احنا النهار ده في الوقت الحالي طيب يعني احنا عزرا عندنا اسئلة كتيرة جدا وهنكمل كلامنا عنها لكن عزائي المشاهدين هنخرج لمتابعة تقرير وصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطار جلاسكو الدولي للمشاركة فيه قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى سكوتلندا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات على همش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغيير المناخ تحتوي قمة تغيير المناخ في جلاكسكو على سلاسة أهداف الرئيسية حس الجميع على زيادة تعهداتهم بخفض الانبعاثات وجعلوا وعد فاريس بمنح 138 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ حقيقة واقعة وتحسين التدابير لتغيير المناخ ولدى وصول السيد الرئيس إلى مطار جلاكسكو كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وكذا أعضاء السفارة المصرية في بريطانيا موسيقى 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 نكمل كلامنا عزيزي المشاهدين عن الشمول المالي والعائد منه على المواطن المصري وعلى الاقتصاد المصري ويمكن السؤال المهم حاليا إزاي الدولة إزاي القطاع المصرفي بيقدر أنه يساعد السوق أنه يحقق شمول مالي أفضل ويمكن بسرعات أفضل الدكتور محمد رشدي يجاوب لنا على النقطة دي ويمكن تحديدا فيما يتعلق بالبنية التشريعية إزاي النهاردة الدولة والبنوك البنك المركزي البرلمان قدر أنه يساعد البنوك ويساعد السوق في أنهم يحققوا معادلات نمو أفضل في الشمول المالي الحقيقة خليني أبدأ أنه الدولة المصرية بتتخذ قطوات سابتة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي لو إحنا استعرضنا الدور التشريعي وده دور لا ينفصل تماما عن الدور الاقتصادي المهم اللي بيدعم الدور الاقتصادي اللي بتقوم بيه الدولة والقطاع المصرفي بشكل كبير ومؤسسات الدولة بالكامل بس خليني أخد حضرتك والسادة المشاهدين في تطور القانون الحقيقة وخاصة خليني أتناول القانون البنك المركزي لو إحنا بدأنا على القانون بتاع البنك المركزي دايما كنا بنلاقي أن القانون بيتعمل عشان يلائم الاحتياجات ومتطلبات العامة سواء للدولة أو الاقتصاد المصري بحيث أنه يدعمها لو إحنا اتكلمنا من سنة 57 خليني أخد حضرتك والسادة المشاهدين خلال رحلة لإصدار القوانين والتشريعات لو إحنا اتكلمنا بداية من القانون الأعمال البنوك سنة 57 كان بيهدف العمل وضع الضوابط الاقتمانية والسياسة النقدية سنة 61 تم إنشاء البنك المركزي ابتدى في فترة الانفتاح الاقتصادي ظهر القانون 120 لسنة 75 ومع التطور والعولمة ظهر القانون 88 لسنة 2003 مع الإصلاح المصرفي الأول الإصلاح المصرفي الأول زي ما حالك بتقول في 2020 الحقيقة السنة اللي فاتت في شهر 9 ظهر القانون 194 لسنة 2020 وده من القوانين ده بعد 17 سنة من القانون بالضبط فإن هذا القانون من أول القوانين اللي حطت باب كامل للجزء التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية وده كان بيحس بشكل كبير على تحقيق التنمية الشاملة والحس على الشمول المالي فهنا القوانين الحقيقة بتنشأ أو بتشرع المشارع بشرعها لدعم الأهداف للاقتصاد وما ينعكس على المواطن والمجتمع بشكل إيجابي يعني النهاردة القوانين مهدت المسألة أكتر للبنوك إنها تتوسع للمواطن إنه هو كمان ياخد أحسن مزايا من القطاع المصرفي وده في النهاية بيساعد الدولة في تحقيق استراتيجية الشمول المالي دكتور محمد رشدي الخبير المصرفي بشكر حضراتك شكرا جزيلا أنا شاكر لحضرتك والسادة المشاهدين وفائق العمل شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير ونستقبل بعد وضفنا لأستاذ أحمد كمان مدير تطوير العمال في ICM Capital ابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية العالم كله منتظر قرار الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة اللي جاية حول أسعار الفائدة الأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي رايحة فين؟ ده سؤال ينتظر إجابته الكثير حول العالم هنتكلم نهاردة عن الموضوع بتفاصيل أكثر عن توجهات الفيدرالي الأمريكي عن التضخم العالمي إيه اللي بيحصل فيه الأسواء العالمية مع ضفنا الأستاذ أحمد كمان مدير تطوير العمال في ICM Capital أهلا وسهلا مع ضفنا أهلا بحضرة أستاذ أحمد إيه اللي بيحصل في العالم؟ إيه اللي بيحصل على مستوى التضخم على مستوى الأسعار اللي مش بس فيه أسواق معينة لا بكلم على السوق العالمي ككل هو حصل فعلا تضخم وكان متوقع التضخم لأنه هو يحصل بس ما كانش متوقع أنه هو يحصل بالنسبة اللي حصل عليه ده بسبب جائحة كورونا؟ بسبب جائحة كورونا يعني في البداية ببداية جائحة كورونا وبعد الإغلاق اللي حصل لبعض دول بعض دول أغلاقت لفترات طويلة ومع برنامج التأسير النقدي اللي نفذه البنوك والحكومات ده أدى لزيادة طبعا زيادة سيولة مع بدء تعافي بعد بدء تعافي السوق وابتدى زيادة طلب ده يبقى فيه طلب طلب على الطاقة منتجين مش مستعدين لكل كميات دي من الطاقة في الأسعار رفعت في الأسعار رفعت وأسعار السلع رفعت مع وجود بعض المشاكل المتراكمة مثل مشاكل سلاسل التوريد فكل هذا أدى للتدخم إن فيه ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم إن فيه تدخم عالمي حاصل فيه تدخم عالمي حاصل طيب الموجة التدخمية دي هل التوقعات وقراءة الخبراء المراكز البحثية حول العالم وجهة نظر حضرتك هل هي موجة قصيرة أم متوسطة ولا طاولة الأمن في حقيقة الأمر بخصوص النقطة دي محدش يقدر يجزم فيه اختلاف حاصل ما بين هل هي طويلة أو قصيرة لأن اللي هيحصل بكرة أو اللي موجود إيه اللي هيحصل في كرونا اللي هل هيحصل فعلا تاني يعني بقى فيه إغلاق تاني بس إحنا شايفين إن الأسواق في العالم كله بتنفتح بس مع دخول بداية فصل الشتاء ممكن الأمور يحصل فيها أمور ممكن يحصل فيها تغيرات ولذلك كله متراكب إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية ومع تغيير المناخ كمان اللي حاصل هيبقى فيه زيادة طلب عطاكم طيب إيه أسباب اختلاف وجهات النظر لأن فيه بعض بيقول والله دي موجة أنا توقع أنها موجة تضخمية قصيرة الأمد وتخلص في عشرين اتنين وعشرين والبعض يرى أنها ممكن تكون حتحتاج وقت أطول أو تكون موجة تضخمية طويلة الأمد إيه السبب فيه وراء كل رواية من الروايتين السبب أنه هم يملكوش السيطرة الكاملة على الأحداث اللي هتحصل ما يملكوش السيطرة على إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة بخصوص كورونا بخصوص الطاقة داخلين على أنقفة درجات الحرارة زيادة طلب عطاقة وفيه روايتين دي ما حضرتك قلت مختلفين فيه اللي يرى أن التضخم حاصل بسبب زيادة أسعار الطاقة وزيادة طلب عالسلعة ومشاكل الموجودة السلعة مش موجودة بالقادر الجافة السلعة مش موجودة ومشاكل سلاسل التوردية كل المشاكل دي شايفين هي بمجرد ما هتتحل هيتم حل المشكلة وفيه لأ أنقفة الفلوس اللي حصل على في خلال الفترة السابقة من خلال البرامج التيسير اللي حصلت في العالم كله لأ دي كمان هتسبب مع أن الرؤية قد تكون دلوقتي أهو موجودة رؤية أن هيحصل تبسيط أو الكورونا بتدى السيطرة عليها لكن محدش يقدر يجزب بنسبة 100% إيه اللي هيحصل بك طيب يعني النهاردة لما بنشوف وسط كل هذا القلق العالمي من ارتفاع الأسعار ومحدش عارف الدنيا رايحة فين وما فيش رواية مؤكدة ووضحة السؤال المهم النهاردة ليه هذا الترقب القوي لقرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفيدة الفترة اللي جاءة احنا عارفين العالم كله بيترقب وده الطبيعي إنه لما يكون فيه اجتماع للفيدرالي الأمريكي وبيقوله هيحدده فيه سعر الفيدة العالم كله بينتظر النتيجة لكن المرة دي بقى ترقب أقوى وأعنف ده مش في مكان واحد بس في العالم ده على مستوى العالم كله العالم كله بيمر بنفس الأزمة اللي بتمر بيها أمريكا وفيه تركب الأسواك النشاء للفيدة طبعا الأمريكية ولكن الأخبار اللي احنا مستنينها من أمريكا اللي ممكن تحصل لفترة جاية اللي هو تقليص مشتريات الأصول في حالة تقليص مشتريات الأصول وانتهاء في موادها المحدد في الربع الثاني من العام القادم يعني هنقلل ضخ السيولة ماذا بعد ضخ السيولة؟ ببساطة كده يعني هل سيتم رفع الفيدة خلال العام القادم؟ لنصف العالم القادم؟ لا في نهاية العام القادم وبدأت عام ٢٠٢٢٠ كل هذا ينتظر السوق من خلال الاجتماع القادم في كلام إنه هو في احتمالات كبرى في التقليص يعني قد تكون الاتجاهات مختلفة عكس ما اللي كان بيحصل لفترة اللي فات لفترة اللي فاتة كان فيه ضخ السيولة في الأسواق علشان مواجدة أزمة كورونا بتكلم تحديدا على الأسواق العالمية الكبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية شفنا ضخ كبير جدا من السيولة نتوقع العكس خلال الفترة اللي جاية يكون فيه لمل السيولة من السوق؟ مع التمهيد يعني هو اللي هيحصل لفترة اللي جاية لو بقى لو بتدى فعلا في برنامج تقليص مشتريات الأصول هيبدأ فيه انكماش أو مش فيه انكماش هيحصل ضخ أو تبتأة التلطخ للفترة القادمة مع وجود عامل أخرى تضحط في الحزبان اللي عندنا الوظائف عندنا التضخم عندنا الركود هو كان بيدخ خايف من يحصل ركود في السوق خايف المعدلات النمو يحصل لها تراجع أكتر من كده فكان بيدخ الفترة جاية عادي واجه التضخم فيه يبدأ في حلوله لمواجهة التضخم اللي هو تقليص يعني على مستوى وجهة نظر حضرتك شايف القرار الأقرب وفقا لتوقعاتك للفدرالي الأمريكي هيرفع هيسبت هيخفض الفوائد وإيه الأسباب اللي وراء التوقعات؟ هو في الحقيقة هو فيه تثبيت يعني الفترة فيه تثبيت هنتكلم عن الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية هيحصل الأول حاجة تقليص لازم يحصل تقليص لمشتريات الأسور وسوف نرى خلال العام القادم ماذا سوف يحدث بهذه الفكرة هنرى هل فيه تزيادة يعني حالي شايفين أن فيه خطوات تمهدية الأول قبل ما يبدأ يغير فيه حركة أسعار الفائدة نفسها اللي ممكن ديه متوقع في بداية السنة الجديدة بالضبط لابد أن يبقى فيه خطوات تمهدية حتى ينقص ماذا حدث في السوق ماذا حدث بعد هذه القرارات طيب الاتجاه فيه أسواق كبيرة زي السوق الأوروبي شفنا تثبيت الفائدة من كام يو هل ده ممكن يكون مؤشر للفترة اللي جاية لبداية السنة الجديدة ولا فيه شهرين تقريبا يعني ده ممكن يبقى فيه تغيير كبير فيه التوجهات التوجهات كلها دلوقتي عندهم تضخم فيه تضخم في العالم كله زي ما قلنا بنسب عالية جداً فهم عايدين يقضوا على التضخم فسياسة البنوك عشان تقضي فعل تضخم لها أدوات تبدأ تستخدمها فالأدوات الليها تبدأ تستخدمها هي معدلات الفائدة وهي تقليص الانفاق يعني الحلول اللي أمام البنوك المركزية هي الانفاق من ناحية أو البنوك المركزية والحكومات عشان مسألة الانفاق يبقى بنكلم فيه انفاق نقال للانفاق وأسعار فايدة ممكن تزيد أسعار فايدة بالضبط بزيادة أسعار فايدة إن هو يزود أسعار فايدة بس لازم ياخد قراره في الوقت المناسب لازم يتمهد البنوك كلها بمتمهدة في هذا القرار حتى لا يحدث ركود في الأسواق والتراجع لمعادلات النمو مرأة يعني هل البنوك المركزية حول العالم بتواجه أزمة عنيفة في مسألة التضخم وعدم توفر سلاسل امداد بنفس القوة اللي بيطلبها لسوق هل البنوك المركزية مش قادرة تواجه المعادلات التضخم الحالية استنفذة الأدوات اللي ديها ولا مزال عندها من القدرة والأدوات إنها تواجه هذه الأزمة البنوك المركزية لسه لم تستخدم أدواتها للمواجهة للأزمة المروك المركزية الآن تتمهد تتمهد قبل أن تعلم على قراراتها بخصوص الأزمة قبل أن ترفع فايدة قبل برنامج تقليص مشتريات تحفيزي قبل سحب السيولة البنوك المركزية تضع في الاعتبار الوظائف تضع في الاعتبار مستوى البطالة والتضخم اللي موجود ولكن في نفس الوقت عندها المستوى بتاع المعدلات النمو عايزة تحافظ عليه عندها بعض المشاريع اللي وقفت في الدولة نتيجة اللي حصل من كورونا ده على مستوى الأسوال العالمية الحمد لله الأمور عندنا مختلفة يعني العالم كله بيعاني بيعاني من التوقف لكن في مصر كان فيه شغل الحمد لله أنا عايزة لحضرك سؤال ويمكن الناس بتكون بتسألوا نفسها في إطار وجود معدلات تضخم عالمية المؤسسات تعمل إيه؟ أو إيه النصائح ليه المؤسسات؟ إيه النصائح ليه الأفراد؟ وده السؤال الأهم الناس تعمل إيه لما يبدأوا يستشعروا أزمات تضخم عالمية بتحصل؟ هل نقلل إنفقنا؟ هل نرشد؟ معيني ده دي نصحها دايما يعني لكن في هذه الأزمات العالمية المفروض الناس تعمل إيه؟ الناس بصفة عامة لابد إنه يعرف كل واحدة هو بيصرف فلوسه في إيه نحن دخلين فعلا على أزمة عالمية موجودة فالمفروض إن أصرف فلوسي لا أنا فين المستلزمات الأساسية اللي أنا محتاجها والسلعة الأساسية في حياتي اللي أنا أصرف فيها فلوس مستوى السرعة الطرفية حتى على العالم كله قل للطلب عليه الطلب كله موجود على السلعة الأساسية لكن فيقلل الطلب شوي يقلل الطلب على السرعة وده هيساعد الحكومات والدول في أن التضخم يقل يساعد دول أنه يحصل فعلا يحصل أنه هو يصرف بوجود أزمة كورونا ويعرف يسيطر على الحالة الموجودة يعني احنا النهاردة شاهدنا أول لما دخلت أزمة كورونا أن الناس كلها لجأت للسلع الأساسية ولجأت للتخزين بعض السلع الأساسية لفترات وفي نفس الوقت حصل انتمائية حصل تضخم اللي احنا شايفينه في الأسواق العالمية مع حتى تراجع في معدلات النمو يعني حرج لما تكلمت على مسألة سلاسل التوريد والبضايع اللي موجودة في الأسواق ويمكن واحدة من أهم هذه البضاعة هي مسألة النفط البترول الحاجات اللي بتستخدم في توليد الطاقة الفترة اللي فاتت شوفنا ارتفاع فيه أسعار النفط على مستوى العالم وده يمكن ساعد أو بيساعد بشكل أكبر في تعزيز أو رفع أو زيادة معدلات التضخم في المستوى العالمي إيه العلاقة ما بين ارتفاع النفط ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أسعار الذهب إيه المحصلة من هذا التحرك الكبير اللي بيحصل فيه أسعار النفط وتوقعات حضرتك ليه الفترة اللي جاي إحنا لو هنجي نتكلم على الحاصل دلوقتي هو حاصل فيه ارتفاع في أسعار الأسهم فيه ارتفاع في أسعار الكريبتو كارنسي فيه ارتفاع في أسعار النفط فيه تضخم عالمي في كل شيء يعني موجود التضخم في كل سلعة الموجودة فيه تضخم فيه ارتفاع في السلعة الأساسية في السلعة الغذائية فيه السلعة الغذائية فيه مشاكل موجودة بسبب سلاسة التوريد فإحنا منيجي نتكلم نتكلم على مشكلة عالمية منتكلم على مشكلة ارتفاع في كل حاجة ارتفاع ارتفاع فإحنا نواجه المشكلة اللي إحنا منتكلم عليها من خلال حلول بعض الحكومات وبعض البنوك المركزية اللي إحنا كنا ذكرناها سابقا لو لو حدisine نتكلم على اللي موجود حالياً اللي موجود حالياً إن كله البترول رايح فيه طلب عالي على البترول عشان دخول الشتاء مع دخول الشتاء بيزداد كمان الطلب ونخفض درجات الحرارة ففي زيادة طلب على البترول عشان يقضي أو عشان يعرف منقدر نتكلم إمتى هيرجع أسعار البترول لطبيعيتها المنتجين مش يعني الطلب زيد جدا والمنتجين مش ملبين طلبات السوق ده مش بس الشتاء انت كمان الأسواء كانت قفلة بدأت تشتغل فالطلب تعريبا مضاعف يعني عكس كل السنين وما فيش استعداد كامل والناس ما كانوش مستعدين يعني الناس اللي بتورد الدول بس الأسعار مش بكلم على الدول بكلم على الوسطاء في العالم ناس اللي بتعمل العقود وبتجيب البترول سلاسل التوريد سلاسل التوريد ما عملتش حسابها إن هي تورد بالكم الكافي المطلوب في حالة عادة الفتح مع دخول الشتاء بالزبط بس الأسعار الموجودة برضو أسعار النفط الموجودة دلوقتي أسعار مغرية جدا للإستثمار وأسعار موردية جدا لزيادة الإستثمار طبعا مع زيادة الطلب فإحنا كدنا شهد خلال الربع الأول من العاب القادم محافظة على الأسعار لحد زيادة الطلب ولكن في ظل وجود الأسعار الموجودة حاليا هيتم ضخ كميات أكبر وهيدخل البترول زي البترول الحفري ممكن يرجع يشتغل ويدخ كميات فيبقى السيطرة مرة أخرى يعني حرك شايف إنه الموضوع مش هيزيد على أكتر من كده في سوق النفط لا ممكن يزيد أكتر من كده بسوق النفط مربوط ارتباط كلي بالطلب والعرض لابد من زيادة العرض اللي حيتم تختفين طيب بالنسبة ليه الدهب ودي مسألة برضو الناس بتبص عليها والتغير اللي بيحصل مش بس في مصر الدهب بالمناسبة بره في الأسوال العالمية بيطلع وينزل في اليوم أكتر من عشر مرات يعني لكن الناس هنا بتفضل مترقبة الدهب طالع نازل على مستوى العالم السؤال المتغيرات اللي بتحصل فيه سوق الذهب وعلاقته بالتضخم العالمي الدهب طول عمره ملاز قامن بيستخدمه العالم كله اللي ملاز قامن ولكن في ظل وجود بعض المنافسة اتجه بعض الناس اتجهت للإستثمار بدل الدهب اتجهت للإستثمار في الكريبتو كارلسي وبعدها اتجه للإستثمار في الأسهم خفف الطلب شوية على دهب خفف الطلب شوية على دهب فشفنا اللي حاصل دلوقتي في البهب شفنا ان هو في صعود وفي نزول ولكن فيش استقرار موجود بصفة كاملة أستاذ أحمد كمال مدير تطوير العمال في ICM Capital انا بشكر حررك شكرا جزيلا انا عايزي المعلومات القيمة وتشريفك لنا ربنا يخليك اعزائي المشاهدين بكده تكون خلصة حلقاتنا النهاردة بشكركم على طيب المتابعة واشوفكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت الى اللقاء موسيقى